أصعب وأخطر شيء في هذا الوجود أنه يكون واحد مسيحي اسمي دعي عليه اسم المسيح ولكن ما بيعرف أي شيء عن المسيح ولما تكلم الرب يسوع عن إيمان قائد المئة أنه لم يجد هذا الإيمان في كل إسرائيل بعدين قال هذه العبارة الحق أقول لكم أنه سيأتون من المشارق ومن المغارب يتكئون في حضن إبراهيم أما بني الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان يعني أخطر شيء أن الإنسان عايش مش واعي مش صاحي يعني منغمس في حياة إلا الزات والسكر بيتكلم عن العقل الغير واعي كأنه السكران مش منتبه مش متحذر مش مركز مش رجده مش في داخله ولا صوابه في عقله وهموم الحياة كل هذه الضغوطات ولسيما في هذه الأيام منشوف ضغوطات كثيرة على الناس مما حولت حياتها من الاعتماد والثقة في الرب يسوع المسيح والنظر للرب يسوع المسيح عم بعيش بيتخبط بكل ضربات الحياة وكل ضغوطات الحياة من أجل هذا قال رسول يحنى لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العيون وتعظم المعيشة ترجمة نانسي قنقر